قارنوا بين نظرة كل هؤلاء وبين نظرة هذا الناصبي الخبيث الذي يقول لم يكن في الخروج يعني في خروج الحسين عليه السلام لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا يعني الحسين لا يعرف المصلحة لا يعرف المصلحة الدينية لا يعرف المصلحة الدنيوية هنا لأنه يشتد فإنه يحاول أن يخفف يعطي بلسما كما قلنا هذا أسلوب ابن تيمية كما نبهنا أكثر من مرة يعني نوع من المداورة حتى لا يظهر مكنون ما يعتقد به وإلا الرجل ناصبي ناصبي لا يوجد كلام فلذلك هنا يشتد عن الحسين يقول لم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا فيعود هنا يحاول أن يخفف شوي شوي يلزم برأيك فيقول بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا هنا أعطاك مخدرا لماذا؟ لأنه يريد أن يعطف على ذلك أو يتم كلامه ويأتي بجملة هي أشد وأقسى وأكثر فضاعة من الجملة السابقة أنه لم يكن في خروجه مصلحة دين ولا دنيا يريد أن يهيئك حتى لا ترميه بأنه ناصبي وأنه تطاول على سبط رسول الله وريحانته بل من هو من رسول الله كرسول الله حسين مني وأنا من حسين فيريد أن يهيئك لتقبل الكلام الآخر الذي هو شديد جدا فيقول حتى قتلوه مظلوما شهيدا وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده لو قعد أحسن هذا خرج سوالنا فساد الله أكبر لماذا تريد من الحسين أن يقعد في بيته كالنساء لأنك تحامي عن بني أمية هذا مبدأ يرفضه الحسين هو حينما خرج أعلنها واضحة صريحة إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأنت أيها اللعين تكذب الحسين فتقول لم يكن في خروجه لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا الحسين يقول مصلحة يقول خرجت لطلب الإصلاح أنت تقول لا لا مصلحة ولا إصلاح بل فساد وحصل فساد عظيم لم يكن ليحصل لو قعد في بلده إني خرجت إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أريد أن أحيي هذه الوظيفة العظيمة التي تحاولون إلغاءها ما معنى كلام أنه اقعد في بيتك واصبر على الحاكم وأطعوى وإلى آخره أنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر خلص بطلنا يعني أمامك المنكر الحاكم أفشى المنكر وأمات المعروف يقول لك أسكت أغمض عينيك لا أرى لا أسمع لا أتكلم يقول وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده ويشتد أكثر ويتحامل أكثر على أبي عبد الله الحسين عليه السلام ويظهر مكنونات ما يعتقد يقول فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك وصار ذلك سببا لشر عظيم لعنك الله يا ابن تيمية الحسين صار سببا لشر عظيم الحسين صار عندك سببا لنقصان الخير وزيادة الشر وشر عظيم الله 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 هكذا ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر